اشتركوا في القناة لقد كانت امرأة بشعر أسود كما بدت من نافذة السيارة أضاء سكان بلدتها الشموع ووضعت جائزة لمن يعثروا عليها لقد سلبني أحدهم شخصا عزيزا جدا على قلبي وأود أن أعرف لماذا ثمانية عشر عاما متوجة بأمل العودة ظلت جيسي تعيش في الفناء الخلفي لهذا المنزل مع خاطفها وزوجته لتستطيع أخيرا الهروب واللجوء إلى مركز شرطة شرقية سان فرانسيسكو يتم حاليا التأكد من الحامض النووي لجيسي الرجل والمرأة تم اقتيادهما إلى الحجز وقد التحقيق لمعرفة مكان إقامتهما تم إلقاء قبض على المختطف ومعه زوجته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه فيليب جاريدو الذي وصف بأنه منحرف جنسي في المنزل أيضا تم العثور على طفلين يعتقد أنهما أبناء جيسي والمختطف كنا نعلم أن لديه صوابق إجرامية وكان هذا يشعرنا دوما بأن شيئا ما يجري في المنزل إن كان ذلك صحيحا فإنها صدمة حقيقية أنت تسمعيني؟ إني أحبك وأريدك أن تعودي الليلة سالمة وآمنة وبقدر ما أسعدت عودة جيسي الملايين في كافة أنحاء العالم إلا أنها طرحت تساؤلات بشأن ألاف الأطفال المختطفين والظروف التي يعيشون فيها فراس كيلاني بي بي سي شكرا